ممكن أقول لأحراك حاجة وأقول لأستاذ المشاهدين كمان كابتا أبو طالعيس هو من أكثر الشخصيات المهزبة جداً لها بتعامل معها دايماً في أي لقاء الله أحفظك الله كربك وده أنا بحترمه في حضرتك جداً دي حقيقة والله أنا أنا ما بجاملش حاجة أنا عارف بس أنا هكمل لأحضرتك حاجة فضل لحد الوقتي وإحنا عادين في الحوار ده بقى أنا حبة كويسين جمهور النادي الإسماعيل اللي بيفرج علينا ما سمعش المشكلة فين وإعلاجها فين يعني أنا فيها من حراك عايز منها قولي بس هو ده لأنا عايز هاي لده شيء محترم جداً يعني أنت بتتولى مسئولية وظروف صعبة فلازم تقول الناس دي قدت واشتغلت وتعبت وتقول لهم إيه شكراً بس هو جمهور الاسماعيل اللي بيفرج علينا هيقول لك إيه تلقائياً يعني فقابتنا أبو طالب كل الناس كانت عظيمة كل الناس عامت شغلها حلو وإحنا في الوضع دو تبقى أكيد في حاجة غلط أكيد فيه ناس ما اشتغلتش بصحة 100% حتى لو عندونا تعمد يعني شوف أنا أديك الصغيرة اللي أنت تحب تسمع حتى لو عندونا تعمد ما أنا قلت لحضرات ولكن فيه أخطاء ما أنا قلت حضرات فيه أخطاء يعني إيه أنا أنت حضرات قلت إيه فيه فترة فيها توفيق فيه فترة فيها عدم توفيق عدم التوفيق ده هو العمل المشاكل دي كلها اختياراتها جهزة فنية لما اختار لعيبة 16 لعيب ما استفدتش غير من 3-4 منهم لما اختار مدربين كل شوية غير طبعا ما أنا بقول لحضراتك هون لما كانت الحمزة الجمل يبقى ماشي كويس ويمشي ويجي بعدين مدربين وفي الآخر تيجيب حمزة الجمل عشان ينقذ الفريق ما دي كلها أخطاء ما أنا بقول لحضراتك دي أخطاء إدارية ما دي أخطاء إدارية جمع يعني أخطاء كبيرة ما أنا بقول لحضراتك دي أخطاء إدارية أنت في تغيير كتير في الأجهزة الفنية طبعا وجبت لعيبة مش على المستوى وفي نفس الوقت في لعيبة موجودة كان لازم يحصل برضو إحلال وتجديد وفي نفس الوقت في لعيبة أنت النهاردة من وجهة نظره هو شافه أنه عايز ينتقل عايز يروح مكان تاني اللعبة إحنا برضو برضو نديهم حقهم هو اتهد وتعب واشتغل في النادي بيقاله 3-4 سنين صحيح أما يجي يتطلع أو يقول لنا عاوز حق ذاتي أو عايز أعمل ناحية مادية أعلى أو هنقول له شكرا قطر خيرك احنا مش هنعوز حد نقول له أعد غصب عنك أو أنت لو أعدت غصب عنك ما أنت بش هتفدني صحيح أو أنت موجود واكتهدت والعيبت وتعيبت وأنا بقالي سنتين 3-ة في أزمة سمح حضرك بتقول فبالتالي هي الأزمة أزمة فنية إدارية ما أنا بقول لك يا حضر اللي تظلم بقى في القصة دي كل همين هو جمهور النادي الإسماعيلي هو جمهور النادي الإسماعيلي وحضرك شفت وما ربنا بيكرم النادي وبيحقق نجحاته وبيحقق وعد لبر الأمان رقم واحد بعد الله سبحانه وتعالى وفضل الله جمهور النادي الإسماعيلي عظيم انت بتشوف جوه إسماعيلية أو بره إسماعيلية شوف بيضح إزاي طيب كابتن أبو طالب مين لعيب كورة دلوقتي يقدر يلعب في الملعب ويعمل شغله ويقدر بشكل كويس دي برضو قلنا فيه أن عندك أزمة مالية انت عندك أزمة مالية مين هيحلها يا كابتن أبو طالب هيحلها انت عندك النهاردة زي ما قلتنا أنا لما أروح أجيب لعب للإسماعيلي دلوقتي هضمه للفريق أقول له معلش إحنا عندنا أزمة مالية فأنت مضطر تلعب الإسماعيلي حباً في واشكاً في الإسماعيلي حراك فاهم وأنا فاهم أنا فاهم صح كلامك صح الكلام ده ما بيترجمش دلوقتي حاجة بص أنا كمان هقولك حاجة النهاردة اللعيب عنده رقم واحد الناحل المادية طبعاً معادش فيه انت مأزل أول صحيح معادش فيه حب أن أنا ألعب في نادي كبير صحيح معادش فيه وده لا يدينه على فكرة لا يدينه آه يعني مش عايب يعني بس أنا عم كنا بنتكلم على لعيبة وما زلنا بنتكلم وهقول الحقيقة أنت النهاردة عاوز تلعب كرة بقول للعيبة أنت عايز تلعب كرة بتختار النادي اللي يبرز موهبتك اللي يوصلك للشغرة في أسرع وقت وهقولك ده لي على كلامي أنت بنقول النادي الأهلي والنادي الزمالك والنادي الإسماعيلي ليه النادي الإسماعيلي معظم اللعيبة اللي مشي بالنادي الإسماعيلي أما تروح النادي الأهلي أما تحترف بره عملوا إيه عملوا أحسن نتائجة عملوا أحسن إنجاز خدوا بطولات صح النادي الأهلي والنادي الزمالك ما جاب لعيبة كتير من بره النادي الإسماعيلي عملوا ايه انتاجوا ايه انتاجهم إليه صح ولا غلط ودي حقيقة لعب النادي إسماعيلي مع جمهور الإسماعيلي اخذ على البطولات اخذ على احسن حاجة عنده ان هو يقدر الإسماعيلي يدي لك كل حاجة في وقت قصير بمعنى جبنا اتنين لعيبة السنة ده هو مش يقولك السنة اللي فاتت ولا اللي قبل السنة دي عندك اتنين لعيبة كانوا بعيد جدا فراس شواط وسرجي اكا كانوا بعيد جدا عن الساحة ولا غلط في ماتشاط الليلة جدا مع النادي الإسماعيلي النهاردة فراس شواط جايله اكتر من نادي ممكن يحترف النهاردة سرجي اكا جايله اكتر من نادي وممكن يحترف الموسم الماضي فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف كان جاي احنا كنا لجنة كورة احنا كنا في لجنة كورة السنة اللي فاتت انا كابتن الحمد العجوز كابتن محصنة بجريشة حمض محسن المجرشة وكان في خلية الأن ماشي احنا جبنا حوالي تسع صفقات الحمد لله كلهم احسن صفقات مع ده صفقة واحدة ولاقيت كواس جدا ردوان الشريفي لكن كان هو الفترة اللي كان فيها الكورونا قعد فجي وزنه كبير لعيب واحد انما جبت بقى اري بابل وجبت فخر الدين وجبت حمد مصطفى وجبت محمد عادل وجبت لعيبة عملت اضافة للنادي الاسماعيل فاخر الدين بديوز وزن ما حضرتك قلت بعد كده راح فين راح برامس واعلى سلاري صح ولا غلط فانت النهاردة انت عايز تاخد الوقت فلوس وبحدش يارف عنك حاجة بتلعيب مش عمرك ما هتبقى في شهرة يعني برضو يا مالش انا قصو دي انا بلعب الاسماعيلي انا بحب الاسماعيلي وعايزة تشير وعايزة بقى نجم وعايز 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 وفي لعيب بيلعب نفسي مستويه جنبي بياخد عشرة مليون جنيه تمام انا هاخد اتنين مليون جنيه في الموسم ومباخدهمش كمان عشان انا بس عايز اوصل للجمهورية يا كابتر نبو طالب انه احيانا الجمهور الاسماعيلي يلوم على لعيب النادي الاسماعيلي وبينسوا انه اللعيبة دي تقريبا بتلعب دونها مستحقات تقريبا يعني انا بقول كلام صح والله لا كلام صح اكيد احنا بنعذر اللعيبة لانه هو عنده مستحقات وعنده التزامات وعنده بيت وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا اوكي احنا بنقولك انت عندك ظروفك صعبة وكتاخيرك انك بتلعب فظيل هذه الازمة بس برجع بقى للجمهور هو جمهور اسماعيلي عايز اسماعيلي في احسن حالة في احسن مكانة فانا بقولك انت تحملت لكن انت نفسك المفروض والطبيعي انك توصل بالنادي الاسماعيلي لمكانة احسن من كده بكتير